ما تخافش على الاهلي فعلا مدام الاهلي بيقدم هذه النماذج المخلصة جدا مدام الاهلي يحاولوا كل هؤلاء الرجال اللي بيتفانوا في العطاء واللعيبة اللي بتشعر بهذا بكل امتنان لهذه القيم وهذه الرموز ولو الجمهور اللي بيحتضم كل هذه المعاني الإنسانية الكبيرة يبقى فعلا ما تخافش على الاهلي طبعا طيب احنا استعرضنا هذه الفرحة العابرة للحدود وشفنا اراء عدد كبير من النجوم والمعلقين والرياضيين العرب وشفنا نجوم التوكشوء السياسي وشفنا نجوم التوكشوء الرياضي لكن ابناء البيت ولاد بيت العزة على رأي تامر امين في تعبير دقيق الحقيقة رأيهم ايه في اللي حصل كابتن احمد شبير في اداء مسيماني نشوف الاهلي وكفة بتقول كلمة الاهلي وبس النادي الاهلي لا يقف امامه شيء عارفين ليه؟ لانه النادي الاهلي لانه النادي اللي عنده دستور وعنده مبادئ وعنده قيم وعنده اخلاقيات كتير جدا دايما يسألوني يعني ايه قيم؟ يعني ايه مبادئ؟ يعني اللي انت بتشوفه في النهاية يعني انتصار يعني بطولة يعني حتى لما يطلع خسران على طول بيطوي الصفحة لا يجيد فن الحجج او المظلوميات ولكن العمل والبناء من اجل القادم ده النادي بتاع الطموح اللي عايز طموح اللي عايز بطولات اللي عايز انتصارات اللي عايز يصنع تاريخ اهلا بيك في مدرسة النادي الاهلي الاهلي هو المدرسة الحقية لمعنى الادارة الرياضية من زمان من زمان جدا مش من اللي من دول ولكن هذه الانتصارات قد تصل الى العظمة و الى القمة مثل ما حدث مع صالح سليم حسن حمدي والان مع محمود الخطيب ليلة سوبر بجد ليلة بطعم ولون وروح الفانيلا الحمرة الاهلي اللي بيعمل ملحمة جديدة بيرسم بها البسمة والفرحة على وجول عشرات والملايين لانه صانع السعادة لانه صانع البهجة حضرتك شفت ان النادي الاهلي تأثر برحيل لعب ابدا حضرتك شفت ان النادي الاهلي خسر برحيل مدرب ابدا الاهلي كمان دايما بيخرج عن الاطار يوم جاي من فجأك يجيب لك ساحر جميل كروي رائع اسمه بيتسو موسيماني كسبان كل الرهانات وهجوم وضغط ولكنه رجل عارف ما هو النادي الاهلي ورغم بعضا من الهجوم الا ان الراجل بهدوء وبثقة وبعمل بينجح حتى هذه اللحظة فحصد كل البطولات واليوم الاهلي هو بطل السوبر الافريقي الاهلي هو الطموح يا من تبحث عن الطموح شفت الاهلي فين الاهلي وكفى كما قالها الكابتن احمد شغير اشتركوا في القناة